هذا ما قاله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن منحة البطالة السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد بن طالب التذكير أن منحة البطالة هي مرافقة للشباب البطالين إلى حين ولوجهم عالم الشغل وصفا إياها بمثابة جسر للعبور لعالم الشغل وهي أيضا من بين آليات الدولة لصون كرامة المواطنين كما أضع حيث جدد أيضا التذكير أن قرار رفعت منحة البطالة والتي مست أكثر من مليون وتسعمائة ألف مستفيد معتبرا في هذا السياق أن الأرقام والشيرات تبرز مداحر السلطات العمومية على صون كرامة المواطن التي تعد أولوية وذلك من خلال العمل على تعزيز دقة المواطن في الإدارة والمرافق العمومية بالاعتماد على الشفافية وقوة التدخل الإيجابي كما كشف الوزير بالمناسبة عن الرزنامة الجديدة لصب منحة البطالة في الحسابات الباردية والتي ستكون خلال 26 و27 و28 من كل شهر على ثلاثة دفعات تأخذ بعين الاعتبار الرقم الأخير للحسابات الباردية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر